مشاهدين الكرام أريد فقط أن أقول أنه سيكون معنا من غرفة التحكم في هذا الموعد الإخباري الشاب عادل شاب هو ملعب الفن خاصة بالرسم باستعمال مواد استثنائية على غرار الألوان والآن يقوم بالرسم بالرمل وسيكون معنا من غرفة التحكم كما نتابع مباشرة ليرسم لنا صورا لأسماء صنعة أمجاد الجزائر وأيضا صورا ليعبر لنا بها عن حزنه وحزن كل الجزائريين بعد حادثة سقوط الطائرة العسكرية وسيكون معنا في البلاتو لتقديم أعماله في ختام هذا الموعد الإخباري في الموعد التقفية